أجرى وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن اتصالا هاتفيا مع نظيره الإسرائيلي أفغالاند حول الهجوم الأخير الذي استهدف تل أبيب وأودى بحياة شخص وإصابة آخرين على مقربة من فرع السفرة الأمريكية وأجرى وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن اتصالا هاتفيا مع نظيره الإسرائيلي أفغالاند حول الهجوم الأخير إذن الذي استهدفت الأبيب وأودى بحياة شخص وإصابة آخرين